دشنا الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد بمنطقة عمران غرب محافظة لاحق توزيع قوارب الصيد مع محركاتها وأدوات الاستياد للصيادين الأشد فقرا من محافظة عدن ولاحق وأبيان المقدمة من وكالة التعاون والتنسيق التركي تيكا بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليق عدن والاتحاد التعاون السمكي بدعم من الحكومة التركية السبعة عشر قارب مع معداتها وأجهزتها وخلال التوزيع أشهد أمين محلي أبيان بجهود الحكومة التركية ومثلتها بوكالة تيكا على تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يهدف إلى التخفيف من معاناة الصيادين والذي يعتبر باب رزقهم في العيش بدوره أشهد منسع وكالة التعاون والتنسيق التركي عبدالله الصارم إلى أن هذا المشروع يعد أول مشروع تنفذه الوكالة من حيث استهدافها للصيادين مؤكدا أن هذا التوزيع يعد المرحلة الأولى حيث سيتم مستقبلا استهداف بقية الأسر الفغيرة من الصيادين في محافظات عدن ولح جوابيا حضر عملية التدشين مدير عام المصائد السمكية بمحافظة لاحج أحمد ديبان محسن ومدير عام المواني السمكية ومراكز الإنزال في الهيئة العامة للمصائد السمكية نائل سعيد أحمد